أم علي بارك الله فيها تسأل تقول هناك إمرأة عندنا تقول بأن عيسى مسيحي ونحن نقول بأنه نبي يا أختي أم علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لعيسى بن مريم هو نبي من أنبياء الله عز وجل أرسله الله تعالى بدين الإسلام ولذلك قال الله جل وعلا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهُ وَجْسَنِبُوا الْطَاغُوتِ ولذلك الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام ودين الإسلام الدين الذي اتفقت جميع الرسالات عليه وجميع الأنبياء عليه لكن هناك خلاف في الفروع يعني في الأشياء العملية قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج بمعنى هناك في شريعة عيسى في شريعة موسى في شريعة إبراهيم في شريعة سليمان داود مثلا أشياء محرمة هي أبيحت عندنا في أشياء مباحة عندهم حرمت عندنا لكن من حيث الأصل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام جاءوا بدين الإسلام وعيسى بن مريم نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من رسل الله عز وجل ولذلك عيسى بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم وليس بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولذلك الفترة الزمنية تقريبا ستمائة سنة كما جاءت بذلك الأحاديث بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلامه على عيسى بن مريم وعيسى آية من آيات الله عز وجل لأن الله تعالى خلقه من أم من دون أب ولذلك أرسل الله جل وعلا جبريل فنفخ في جيب مريم هذه النفخة التي تكون منها عيسى بقول الله تعالى كن ولذلك هو عبد مخلوق مربوب عبد لله عز وجل ولذلك الله عز وجل ذكر عنه بأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وجعله الله عز وجل آية بل هناك أعظم من عيسى آية لما الناس تعجبوا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولذلك بالنسبة لبني آدم ربنا جل وعلا جعل فيهم آيات بالنسبة لآدم خلقه من دون أب ولا أم خلقه من تراب وبالنسبة لحوى خلقها الله من آدم من ضلع آدم الأيسر وبالنسبة لعيسى خلق الله من أم من دون أب وبقية الخلق هؤلاء يخلقون من الله عز وجل يخلقهم من أبوين من الأم ومن الأب من الأم ومن الأب ولذلك عيسى عيسى بن مريم ويلقب بالمسيح أو اسمه المسيح أيضا قالوا المسيح لأنه يمسح الأرض بمعنى أنه كان يسيح في الأرض هو والحواريين الذين معه فيتنقلون يدعون إلى توحيد الله والإيمان به وعدم الإشراك به وقيل سمي بالمسيح لأنه إذا مسح الأكمة برئ بإذن الله الأكمة الأعمى يعني إذا مسحه برئ بإذن الله عز وجل يبرئ الأكمة والأبرصة ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل ولذلك عيسى بن مريم لا يجوز لأحد أن يضفي عليه شيء من خصائص الرب جل وعلا فلا يملك من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء ولذلك يوم القيامة يقول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم ما ليس تعلم يقول يقول جل وعلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله يعني وحد الله وحد الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه فلذلك عيسى يتبرأ من هؤلاء الذين يعني نسبوا إليه أو أضحوا إليه شيء مما هو من خصائص الرب جل وعلا فيتبرأ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك يسبح الله ويقدس الله ويمجد الله أنه يقول مثل هذا الكلام ولذلك اخت الفاضلة يعني هو من جاء بعد عيسى يعني ينسبون إليه يقال بالمسيحي نسبة إلى عيسى المسيح كيف يقال عيسى مسيحي ما يصرح ولذلك الاسم الأصل النصارى لأن الله تعالى قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فلذلك الله عز وجل أطلق عليهم اسم النصارى النصارى قيل إما لبلدة الناصرة الموجودة في فلسطين وقيل إما لقولهم إنا نصارى أو لقولهم نحن أنصار الله بارك الله فيك